هذا الخبر هنا وفي جرائد أخرى لم يجبوش باللغة العربية ولا لا يوجد خبار في أي من صحف الطراشن وإن كان ما تبعتها كلها لكن مرجح يعني الجزائر وواشنطن يتفقون على التعاون العسكري هذه الوين في جاري دمجاري دل بص لطموووالبي عموالشاب الجزائري سمالوطن المترجم إزالي وإن الألجيري لتنهوا لرديالجال ملتاير وشانطن يتفقون على واشنطن في 4 أو 6 ديسمبر في مقاة لتصورة لرحالة باللغة العربية في مقاة الدفن في مقاة دون مقاة ديارة ديارة الجزائر والولايات المتحدة يعمقون اتصالاتهم في إطار التعاون الدفاعي في إطار التعاون الثنائي الدفاعي دركة فهموا أنتم هذا الشعب الجزائري دركة راكم مع أمريكا ولا ما كنش مع أمريكا راكم مع الروس ولا معكم ضد الروس مع الصين مع منتم خلينا نشوف بقبل شكون الجنرال اللي يبعثوه ويأتي هذا الحوار في إطار ما يعرف بالتعاون الدفاعي الثنائي المستمر حيث يتم مناقشة قضايا عسكرية وأمنية ومسائل مكافحة الإرهاب ووفق بيالي السفارة الأمريكية ترأس اللواء بالجيش الجزائري واسمه مونير زاهي ونائبه ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي بالنيابة جينيفر زاكيكسكي وفدي البلدين كما ضم التمثيل الرفيع في المستوى من الجانبين السفيرة الأمريكية بالجزائر ونائب رئيس البعثة سفارة الجزائر لدى واسنطن عبد الحميد إزغالوش إزغالوش إلى جانب مسؤول بين وزارة الدفاع الوطني الجزائرية ووزارة الدفاع الأمريكية وكذا وزارة تجارة الأمريكية إلى آخرة إلى آخرة وناقش الاجتماع آخر تطور مشروع اتفاق على التعاون الدفاعي بين الجزائر والولايات المتحدة تمهيدا للتوقيع عليها مطلع العام القادم كما تم التطرق لقضايا تخص جهود مكافحة الإرهاب ها دوش يحب بالنظام الجزائري مكافحة الإرهاب قل له مكافحة الإرهاب يعطيك الخزينة العامة كلها قل لهم برك مكافحة الإرهاب ومسائل الأمن الإقليمي والبحري والأمن السبراني ومواجهة الكوارث وقال بيان للسفارة الأمريكية إن واشنطن تقدر علاقات التعاون مستمرة في مسائل الدفاعية فيما عاد التذكير بزيارة رفعة المستوى قام بها قائد أفريكوم الجنرال مايكل لونجلي إلى آخره ما قالوهاش في وزارة الدفاع ولا وزارة الخارجية ولا ما خرجتش وخرجت في جريدة ولا اثنين بالفرنكوفون اللي يبعثوها للخارج أو اللي يبعثوها لأسيادهم الأوروبيين والأمريكيين فقط لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الشعب الجزائري وكلهم واش يعني ما جاكوش تعاون مع أمريكا فقط في الوقت اللي أمريكا تبعث بألاف الأطنان من الأسلحة في الوقت اللي تبعث فيه بحاملات طائرات البواج وحاملات الطائرات الأمريكية في الوقت اللي هي اللي تقرر الحرب والقتل في غزة في الوقت اللي تمنع فيه مجلس الأمن وليس للمرة الأولى تمنع وقف اطلاق النار في الوقت اللي بايدر يذهب هناك ويقول لك يقول أنا وصلت كيهودي قبل أن أكون وزير خارجي أمريكي في الوقت اللي بايدر ذهب هناك ويدعم في نيتنياهو المتطرف وفي القتل فقط في هذا الوقت يعني بن سلماني دير اشطيح وارديح وانتم تبعث الجنيرال التي تعاونوا مع أمريكا هذه أبشع هذه أبشع وراهي مراعاة الرأي العام احنا عارفينكم خوانا وعارفينكم عملاء وعارفينكم مرتزقة وعارفينكم تدفعوا في الجزية احنا نعرفها لكن وراهي حد أدنى من تعاموش توقيت هذا خلونا حتى انت خلاص حرب غزة رانا خوانا خوانا خلونا ندروها بعد حرب غزة اين اين مراعاة شعور واحد فقط للشعب الجزائري اللي يبكي على غزة وعلى أطفال غزة وعلى نساء غزة وانتم تذهبون إلى عاصمة التي هي قررت هذه الحرب بهذه البشعة لأنها لو أردت أمريكا إيقافها لا أوقفتها فقط في مجلس أمن كان رفضت شدة البارح فقط تغيبت فقط لو كان وقفت الحرب قرر مجلس أمن لو كان ما يرسلوش فقط سلاح تغيبت الحرب لو كان ما يخوفوش دول كثيرة تغيبت الحرب لا تستحون تكذبون على الشعب الجزائري وتجيب بوارج حربية أمريكية تعمروا لهاليسانس والمازوت وتعطوهم الأكل وتخرجوا جنود ومرحوا يزهوا في الكباريات تا وهران اللي فتحينه منتم حقا لا تستحون ذرة ما فيكم اشتع كرام ويجي يقول لك سليل جيش تحرير أما الجنود والضباط الصغار مساكين هذا سليل جيش تحرير مساكين هذا هو ابن الشعب وأما القيادة قيادة هذا الجيش والله إلا إنكم أبشع من جيش الكولون لأن جيش الكولون كان يريد الاحتفاظ بالجزائر لصالح فرنسا أنتم تدمرون الجزائر لصالح الجميع ولصالح جيوبكم وفروشكم وبطونكم أنتم أرخص خلق الله في هذه البلاد أنتم حثالة الحثالة وفي نفس الوقت يركعون لأمريكا اللي يخدمون لها مقاول فيما يسمون حرب على الإرهاب 90% من الأعمال اللي قيلة إرهابية في الساحل وفي الجزائر هيا صناعة مخابرات وكان الهدف منها خاصة في الجنوب هو استقدام الأمريكان في 2003 وال2004 إلى درجة أن يومها بوش خرج وقال على عبد الرزاق البارا اللي رأي محطينه في سجن القليعة ولا هو حكمة ولا هو أطلق قال عليه هذا بلاد من الصحراء حذرت ويجبت الأمريكين دخلتهم لأقصى الجنوب الجزائري ولمنطقة الساحل لأن أمريكا كانت تريد أن تنشئ الأفريكوم أمريكا عندها كل القارات عندها لها قيادة إلا أفريقيا ما كانتش عندها قيادة والقيادة الموجودة صغيرة وموجودة في إيطاليا وفي ألمانيا فعنتم باش تسهلوا دخول الاستعمار الأمريكي كما سهلته الاستعمار الفرنسي لأفريقيا لأن أفريقيا أمريكا واش جيت دير جيت سارع من ضربة هي والصين والروس والهند وفرنسا على من ينهب ومن ينهب أفريقيا حركة حركة والحركة والخمسينات اللي كانوا مع فرنسا أشرف منكم تعرفوا ألا كثيرين كانوا كثيرين كانوا كثيرين كانوا بؤساء راحوا ما لا يجدون ما يأكلون والله راحوا يطلبوا الخبزة ويخدموا معاً الاستعمار أنتم عندكم الخزائن الدولة سيطرتوا على خزائن الدولة عندكم جيش عندكم شرطة عندكم دولة عندكم علام عندكم أموال عندكم دبلوماسية عندكم قضاء وتستخدموا وراكم تخدموا حركة لجان ضع الحركيزم موجود في رؤوسكم في أجسادكم القادرة اللي نبتت من الحرام على بأوسع ما تعني كلمة الحرام قادرون لا تستحون لا تستحون حقاً لا تستحون التعاون الدفاعي يعني أنتم مطرحوا الدافع لأمريكا غدوان قولوا الخضوع لأمريكا سموه بأساميها يغير لك الأسامي توقيع اتفاقي الدفاع مثلاً مع أمريكا وش متفاقي الدفاع مع أمريكا ولا مع فرنسا ولا مع الروس وش دين لهم انتم مجرد قريب نقول جربوه مجرد لا تسوي شيء في ميزان دول قاعدين تدفعوا في الجزية قاعدين تدفعوا في الجزية واحد من الأفراض اللي بعث لي رسالة اليوم يقول لي أنا مش قادر نفهم مدامهم عملات تقع فرنسا والمريكان عليهم يشروف سلاح من عند الصين وروسيا بسيطة بسيطة جداً أولاً هم يشروف أيضاً سلاح من المريكان وفرنسا وألمانيا لكن الأساس يشروهم من عند روسيا أو كانوا يشروهم عند روسيا روسيا الآن قتلهم نيات ما عنديش رانينا حاصلة في السلاح هذه العصابات يمدوا الجزية الروس كانوا يشروع لها 80% من السلاح و20% يشروهم دول أخرى فرنسا فتح لها المجال الثقافي واللغوي والتجاري لا ترى الشركات الفرنسية المطار أهم مطار في البلاد شادين الفرنسيس شركات المياهة حتى قبل سنة أو لا كانوا شادينها الفرنسيس أو سنتين شركات كثيرة جدا شادتها الفرنسيس شاردات هذه الشركات الـ ID الـ electronic ID الباسبور البيومتريك والـ ID البيومتريك والوثيقة البيومتريك الفرنسيس شادين عندهم قائل معلومات الصين الصين هي أكبر تاجر مع البلاد قائل خردة الصينية تدخل للبلاد والفرنسا هي الثانية فرنسا عندها جزء كبير من التيجارة ولكن اخطر من التجارة المجال الأمني رئيس البوليس هذا الحامل الجنس اليς الفرنسي Conduct ولれて عميل عند فرنسا رئيس البوليس عميل عند فرنسا وكان يخدم في سجونهم وكان يخدم كسرجان عندهم أصبح اليوم هو رئيس البوليس الجزائر ففرنسا دخلت لهم في الشؤون الأمنية في كثير من الأمور التي تتعلق بالأمور السرية والسبرانية إلى آخره وفي التجارة وفي الثقافة وفي قضية اللغة وفي أشياء كثيرة جدا ناهيك على أنهم هم فرنسا بالنسبة إليهم ونساهم وهناك تبدأ الحضارة وهناك تنتهي الصين عاطينها مئات المشاريع البنايات والمباني العسكرية وغير العسكرية والسكنية وجزء من الأسلحة وكثير من التجارة أمريكا جزء من البترول ومن الغاز ناهيك على أنهم فتحوا لهم الآن أماكن هائلة لما يسمونها بالتعاون في الإطار الزراعي والآن هم يقول لهم الدفاع ونشرع عليكم أسلحة روسيا كما قلنا كانوا يشرع عليها ثمانين بالمئة مسلاح الآن مكاش سلاح يشرع عليها أي شيء أو القمح يشرعه ما بين فرنسا وروسيا أساسا تركيا آخر داخلين هم عاطينها مشاريع كثيرة جدا وخاصة تلك التي تمر على جيوب تبون لأن تبون كان وزير السكن وكان يأخذ من الشركات التركية والإسبانية والكورية دائماً هذه الخمسة بالمئة والعشرة بالمئة والإمارات رحين موجودة ومسيطرة على أهم من أين في البلاد وعلى أشياء أخرى وزاد دخلت حتى قطر إنهم يدفعون الجزية للجميع ويهربون أموالنا عن طريق كثير من المشاريع الفارغة والأسلحة الفارغة والآن كيتوقفوا الروس ما يبيعونهمش رحينيشروا من كل مكان مما يتعارض لأن هذا الجيوش جيوش جزائري كان يدرب على الأسلحة الروسية ويعرف غير الأسلحة الروسية والعقيدة الروسية وطريقة القتال الروسي هذا مكان يعني باش تنقلوا إلى طريقة الغربية مثلاً أو حتى الصينية يأخذ لك سنوات طويلة تعتقد أنت الشنغريحة هذا المهترئ اللي يشخره في الاجتماعات اللي ماشي غير بالحبوب اللي تطلع له شوية كاش ما يقدر يطلع له شوية نفسية ولا طلع له شوية عقله تعتقد رح فاهم وش رح يدير ولا وش رح يعمل ينهى ببرك هو واللي محيطين به ورح سقسوا بنوه واللي محيطين بهم يعني نحن أمام حثالة الحثالة تسلطت على البلاد وأصبحوا عملاء لكل الدول المهم تدعمهم كنت دايما نقولها نعم نذكر بها هل هل تتذكرون دولة واحدة دولة واحدة أيام الحراك وقد دامها أكثر من 17 شهر وقد نحطهم على الكورونا قريب ثلاث سنين احتجت عليهم ما كانش بعض المنظمات هكذا على لكن ما كانش دولة واحدة لن تجد بيان من دولة واحدة في العالم أجمع ضد النظام الجزائي يقولهم بشيك مديره على تسل جنوب الناس ما كانش شوية من اتحاد الأوروبي مش الاتحاد برلمان وبيانوا الاثنين هكذا بسيط من الأمم المتحدة وهذا ما كان وخاذر رمات في العيون فقط أما الدول ما كانش بيان واحد على لأنهم ينهبون أموالكم أيها المفقرون أيها المجوعون أيها المستضعفون أيها المنهوبون أموالكم تنهب وتقدم إلى هذه الدول لكي يسكتون عليهم لأنهم يعرفون أنهم لصوص وحثالة ورداء وفشل فأطعم الفم تستحي العين أعطي للدول مصالح مالية وبترولية وغازية وستراتيجية وعسكرية إسكتوا عليك هذه حقيقة هذه الحثالة التي تزداد حثالة وقذارة ووساخة وبؤسا وخيانة لشعب جزائري ولقيم هذا الشعب تحياتكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته